التواصل ازاي كان مع المنتخب موسيقى؟ هيبقى مختلف زيهم كده نفس الكسة بس انا جيت معسكرة بلكده من سنة ونص تابع كابتن محمد وهبة في 2006 ونفس الحاجة كابتن وقير التورك دلوقتي بقالوا معايا ثلاث سنين بيتواصل معايا ومع والدي ويعني من سن صغير وانا نفسي ألعب مسل البلدي حد فيكو مسل اي منتخب تاني غير منتخب مصر قبل كده؟ انت مسلت منتخب المانيا؟ المانيا المانيا في مرحلة عمرية كب؟ تحت 16 وتحت 15 تحت 16 وتحت 15 يعني هي بدأت في تحت 14 بس جان اخر تحت 14 ممتاز وانا كملت في تحت 15 وتحت 16 طيب عمر انا عايزك انت تحكي لي بقى المعسكر اللي كان عاملو كابتن ورى الرياض منتخب الشباب ايه الاجواء؟ كنتوا كام واحد؟ كان مطلوب منكو ايه؟ كان الراجل كمان قالوكو ايه خلال المعسكر ده؟ احنا كنا تريبا خمسة وثلاثين واحد وكنا بيتمرن كل يوم في الصبح وعشان كان فيه لعيبة كتير اسمنا في مجموعتين وبس كده الدرداشة اللي معاكو ايه على مستقبلكو مع المنتخب هو انتو كمان ممكن تجاوبوني كلكو يعني اي حد فيكم هل 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 هو كان واضح ان هو معجب بالناس اللي موجودة ولا مش كل الناس؟ كان بيتعامل مع الناس كويس طبعا كان معجب اللايبة كتير ده انا فعل طيب كانوا بيقولوا هايماali كانوا بيقولوا دايما انه فيه كتير ايه من اللاعبين اللي بيجوا من اوروبا مصرين اللي بيجوا من اوروبا ما بيعرفوش يخضوا على الاجواء معانا انتو كنتوا عارفين تخضوا على الاجواء عارفين تتعايشوا مع الوضع انا ممكن اقول لحضرتك انا جيت معسكرتين ابلي كده المعسكر ده مختلف كابتن واق الرياض من اول المعسكر وهو يعني خلّك كلام واضح اللي إحنا جايين هنا ودّنا فرصة اللي إحنا نورّي نفسنا لبلدنا وقدّامه وقدّام الجهاز الفني، الجهاز بتاعه فلا، في حالة، يعني اللي هو يدّينا فرصة، أنا حاسس من أول يوم ومدي كل واحد فرصة مفيش فايفورتيزم ما بين اللعيبة، كل واحد هناك، وهو دّنا الفرصة، جابنا وقال لنا بصّوا أنتوا جايين هنا في 35 واحد، المنافسة هتبقى صعبة، ولكن أنتوا هنا ورّوني إلعابوا، مزاكوا، بطريقتكوا، ورّوني، ويعني لو اشتغلتوا جامد على نفسكم على الملعب وفي النوادي عندكم، هجيلكوا فرصة للمنتخب مصر، فأنا حاسس اللي هو إدّى كلنا فرصة إيكولية، أنا هتأكد يعني ممكن أنتوا الاتنين تقولوا نفس الوضوات طيب، سيف بعد المعسكر، كابتن رياض أو المنتخب أو جايز المنتخب قالوك، هايبقى في تواصل تاني عن قريب؟ آه، هو كل واحد الرقم بتاعه، وكابتن رياض قالها يتابع اللعيبة كلها، يعني الجايز الفان دي كله، هيتابعوا اللعيبة، والعيشة الدحيلة، وهيجي معسكر تاني إن شاء الله ممتاز، طيب